معي مباشرة من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان ما زالت إذن حملة الاعتقالات والمداهمات والاقتحامات تشتعل في مدن مختلفة في الضفة الغربية عبد الحفيظ نعم منذ منتصف الليل هناك حملة عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة جنين ومخيم جنين ومحافظة جنين بشكل عام الجيش الإسرائيلي أعلن منطقة جنين المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة وما زالت المركبات العسكرية الإسرائيلية تحاصر المشافي أولا مستشفى جنين الحكومي مستشفى الرازي مستشفى بن سينة كلها محاطة بالمركبات العسكرية الإسرائيلية والمركبات العسكرية الإسرائيلية تعيق عمل سيارات الإسعاف بل واعتقلت أحد المصابين من داخل سيارة إسعاف يضاف إلى ذلك ما زالت عدد من الجرافات الإسرائيلية تعمل في محيط المخيم والجيش الإسرائيلي يحاصر ويتوغل في عدة حارات داخل المخيم مثل حارة الدمج وحارة السمران والحي الشرقي والجبريات هناك انتشار كثيف وتقول المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل بالفعل بدأت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيم جنين منذ منتصف الليل حتى هذه الساعة تسمع بين الفينة والأخرى طلقات نارية وتفجير بعض العبوات الناس فوفق مصادر طبية حتى الآن هناك أربع إصابات داخل المخيم تم تعامل معها وهناك عدد كبير جدا من المعتقلين على ما يبدو أن هذه الحملة تتركز على الاعتقالات أكثر من المواجهة المسلحة حيث تقوم الجيش الإسرائيلي باعتقال عدد كبير من المواطنين تفتيش من منزل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وتمنع الحركة داخل المخيم وداخل المدينة قبل قليل دفعت بتعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة باتجاه المخيم والمدينة وسنرى كيف يتطور المشهد هنا خلال هذا النهار من المتوقع أن تكون عملية طويلة جدا عملية عسكرية طويلة وفق الإعلان الإسرائيلي هذا في جنين ومخيم جنين إذا سمحت لي عبد الحقيق إذا سمحت لي وإن بقينا في جنين ليس فقط في هذا اليوم وإنما أيضا حتى على مدار الأيام الماضية كان هناك استهداف وحراك إسرائيلي من قبل الجيش قرب وفي محيط مستشفيات جنين جنين الحكومي ابن سينة خليل اسليمان لماذا يتركز هذا الحراك الإسرائيلي قرب المستشفيات وفي محيط المستشفيات لا يوجد تبريرات واضحة إسرائيلية من هذا القبيل أو لماذا تستهدف المستشفيات في جنين ولكن بالفعل كما ذكرت هذا بات ملاحظا خلال الأونة الأخيرة الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات يتذرع الجيش بأن بعض المطاردين قد يهربون أو قد يستخدمون سيارات الإسعاف في الهروب من داخل المخيم أو أن سيارات الإسعاف قد تحمل بعض الجرحى المطاردين من داخل المخيم باتجاه المستشفيات طبعا هذه الذريعة الإسرائيلية يتين فيها الجانب الفلسطيني جملة وتفصيلا ويقول أن حركة سيارات الإسعاف أصلا خلال هذا الاقتحام تسير بشكل معقد جدا يعني على سيارة الإسعاف أو على الجهة الطبية عندما تريد تحريك سيارة الإسعاف في هذه الأثناء الاتصال مع الصليب الأحمر والاتصال مع الارتباط وتبليغ الجانب الإسرائيلي بسيارة الإسعاف أنها تريد أن تتحرك باسم طاقم الإسعاف وبشكل ولون سيارة الإسعاف ونوعها وما إلى ذلك أي أن عملية نقل الجريح قد تستغرق أكثر من ساعة إذا ما أرادت سيارة الإسعاف التحرك وعندما تعود سيارة الإسعاف إلى المستشفى وعلى متنها جريح أو مصاب أو حتى مريض يقوم الجنود الإسرائيليون بتفتيش سيارة الإسعاف والتدقيق من هويات الموجودين والتدقيق من هوية المصاب وما إلى ذلك إن كان مريضا أو مصابا واعتقلت هذه الليلة أحد المصابين من داخل سيارة الإسعاف طبعا هناك تركيز كبير على جنين خلال الفترة الأخيرة ومنذ السابع من أكتوبر بشكل شبه يومي هناك اقتحامات واسعة تقول إسرائيل أنها تستهدف هذه المدينة لتفكيك كتيبة جنين وهذه الكتيبة المسلحة التي نشأت منذ أكثر من عام داخل جنين وبدأت يعني طعيق عمل القوات العسكرية الإسرائيلية عندما تقتحم المدينة لتنفيذ عمليات اعتقال يقوم الشبان باستهداف المركبات العسكرية بالرصاص وبالعبوات الناسفة محلية الصنع ودفعت جنين منذ السابع من أكتوبر ربما ثمن الأعلى من الدماء أكثر من ستين فلسطينيين كتلوا في جنين ومخيم جنين ومحيط مخيم جنين مثل اليامون ويعني السيلة الحارثية وقباطية وغيرها من القرى والمخيمات المجاورة لجنين كما أن وزارة الاقتصاد أعلنت قالت أن حجم الخسائر فقط في البناء التحتية في جنين تجاوز الخمسة مليون دولار وهو نتاج عن قيام الجرفات الإسرائيلية في كل عملية اقتحام بتدمير الشوارع تدمير الطرق البناء التحتية مثل شبكات الكهرباء وصرف الصحي والمياه وغيرها